قبل ما اتكلم عن اي حاجة اعايز بس اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا استوقفتني مبارح عارفين انا هتكلم على مين ولا لا عارفين ولا لا اي حد بيجبرني ان انا اتكلم هتكلم يعني ايه يعني لما يطلع كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام ويقول ان نادي الزمالك استحق رقلة جزاء لصالح امام عشور ما عنديش مشكلة اطلع اقول لانت عايزه ولكن انا كمان عندي او ما عنديش مفروض ان ما يبقاش عند حضرتك مشكلة ان انا اطلع وعقب على هذا الكلام هو ليه كابتن عصام حضرتك ما بتتعلمش من الاخطاء هو ليه حضرتك بتعدل على الحكم الاسباني اللي قدرها هذه المباراة بالنسبة لنا من ناحية الاداء هي افضل مباراة حكمية للاهل او لزمالك منذ بدقة الموسم يعني وده شهادت الجميع استثناء واحد او اتنين اما بقى لو حالك بتقول التصريح ده كنوع من انواع المجاملة وانا قلت الكلام ده مبارح انا قلت الكابتن عصام هيطلع يقول هذا الكلام حرفيا والله العظيم تلاتة انا هي دراسة لتصريحات الكابتن عصام خلتنا اطلع اقول هذا الكلام مبارح ان هو هيقول كده هيطلع يقول كده هيطلع يقول ان الزمالك لها وراكل الجزاء عشان ايه عشان يعلي التقم التحكيم بتاعه او الحكام بتوعه ويوقع اللي حصل مبارح اللي انتو بتعملو ده ان انتو عايزين تجيب حكام اجانب اديك وجبته حكام اجانب ولبسوكه في الحيط هو ده وجهة نظري انا بتكلم عن وجهة نظري يعني هو الكابتن عصام بيقول ايه بيقول ان يا جماعة ما هو الناس دي بتغلط برضو بس لا بتغلطش حتى لو كانت بتغلط على اعتراف او على اعتبار ان الناس دي بتغلط وده حقيقي كلنا معترفين بهذا الامر ولكن هذا الرجل لا يعرف ابيض ولا احمر ولا يعرف احتواء ولا يعرف روح بروتوكول بس هو لو حضرك عايز نتكلم مين له ايه ومين ملوش في ايه في المباراة اقول لحضرتك انا اقول لحضرتك حالا حالا هو هدف اشرف بن شرقي الاول من المفترض اللا يحتسب لان الكرة من البداية كانت فاول ولم يتم تثبيت كرة هذه الكرة قبل ان يتم لعبها يعني ايه وانا مش هرجع في كلامي بالمناسبة ويقول ان الكرة دي المفروض ما تتحسبش جون لا الكرة دي تحسب جون ولكن حضرتك اللي اضطرتني اقول هزا الكلام بالنسبة لي انا ماتش وعدة ولكن هتطلع تقول مين ليه ومين ملوش تعال بقى حضرتك نقول مين ليه ومين ملوش مش لك كرة اللي دخل الجون ايوه هتلا لا لا رجعلي الحتة اللي فات دي معلش معلش رجع حالي رجع حالي دي مهمة جدا وحنربطها بايه بقى حنربطها بايه يا فندم على فكرة اهي كرة ماشي ايه وبتجري صح كرة ماشي ايه وبتجري صح زي الفل هتلي الكرة التانية يا ساميل لو سمحت الكرة التانية على طوله النبي علشان الكابتن عصام يطلع يقولنا مين من له ومين اللي ليه ومين ملوش مين اللي ليه ومين اللي ملوش اهو ها سلام عليك يا سامرة سلام عليك ايه رأيك يا كابتن عصام ايه رأيك يا كابتن عصام حضرتك خسرت أو طاقم التحكيم في هذه المباراة في مباراة البنك الأهلي أعتقد دي ولا كانت إيه البنك الأهلي خسر النادي الأهلي نقطة إيه على فكرة أنا مش هعمل زيك مش هطلع أقول إن الكرة دي مش جون حضرتك اللي طلعت وكت بتدافع بس هو دايما الكسب ملوش رجلين يعني الكسب ملوش رجلين